السلام عليكم و سلام بكم معكم علي وانوش تحديث سريع لما يحدث في السوق العملات الرقمية و خلينا نشوف ايه اللي بيحصل بالنسبة لبيتكوين البيتكوين زي ما احنا شايفين و لاحظنا ان هو قفز 10% واحنا كنا متوقعين ان هو لما يوصل لليبل معين ان هو كان خط الدعم بتاعنا اللي هو كان عشرين الف ومتين وخمسين نزل عنه فعلا ووصل المشتوى كان اقل من عشرين الف كان حوالي تحت سوى الف تسعمية و شوية وبعدين بدأ ان هو نسبح النهاردة هو لاقي ان البيتكوين طلع بنسبة عشرة في المية اثيريوم حوالي تسعة في المية تمانية ونصف في المية تقريبا وهكذا فالوضع النهاردة مستقر وزيد كل حاجة ولكن نحن ننبه تنبيهات سريعة على الوضع بشكل عام زي ما احنا شايفين بالنسبة للfear and greed يعني الخوف والطمع مؤشر الخوف والطمع بيوغينا الغالبية العظمى متوقعين ايه طبعا مع الـ USDC والاحداث اللي بتحصل عندك روبين هود وقف التحويلات من اي عملة الى USDC عندك كوين بيز وقف التحويل نفس الشيء وخصوصا الدولار الامريكي عندك بيرنانس وقف برضه التحويلات وخصوصا لو هي من بيو اس دي الى USDC ولكن مش مؤثر على سوق بشكل عام خلوصا انو يو اس دي سي السرقة نفسها بعض المعلومات التي سمعناها انها يعني حطت عملت ايداع في حساب سيليكون فالفلوس الى USDC كانت محتوطة في بنك سيليكون فالي اوليهم يعني ايداع حقيقي في سيليكون فالي ودوت برضه من الاشياء اللي سببت مشكلة كبيرة جدا جدا اه فالى الان يعني فيه الى بخصوص اه الى USDC وخصوصا من منصة باينانس عندها تلاتة مليار دولار تلاتة مليار USDC اه وشركة اه سيركل اللي هي مصدرة العملة مشتققة اه اعلنت انها ستكون بتغطية جميع الاموال المفكولة في بنك اه سيليكون فالي اه وطبعا اه ودكرة سيركل في الاعلان انها ستستقنف عمليات تسييل الـ USDC كان معتادة عندما تفتح البنوك صباح يوم الاثنين في الولايات المتحدة طبعا البنوك ليسا ما فتحيش لغد الوقتي اه الوضع يعني بالنسبة الـ USDC عامل مشكلة شوية فنشوف السوق غايح فين النهاردة في استقرار وفي اه زي ما احنا شايفين المعتاد العادي جدا وده حاجة كويسة فالحاليا هو بشكل عام نيوترل 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 اللي هو العادي طبيعا برح كان فيه خوف اه الشعر الفات كان فيه طمع اه الوضع برضو بيقولك انه كان هو يعني نيوترل انه هو من الممكن طبعا نحن عشان خاطر احنا في النص ممكن يحصل خبوط شوية في منطقة الخوف ممكن يحصل منطقة جيد طبعا ده اللي حيبان معانا في الساعات القادمة عندما تفتح البنوك اه والاسهم والسندات لان اللي بيحصل انه اوقات لما بيحصل خصوصا في نزدك لما بيرتفع السوق بيحصل ارتفاع في السوق العملات الرقمية وبيتباعها بكورة فاحنا شايفين يعني نوعا ما فيه استقرار دولاتي فيه هدوء مش كتير يعني شايفين 0% عالي من 1% عالي من 1% اتنين في المية مش حاجة كبيرة يعني لكن الارتفاع بشكل عام كان عامل حوالي اه بنسبة للبيت كوين انه اخضى عامل حوالي عشرة في المية ده ما احنا شوفنا انه اخضى الصبح كان عامل خمسة في المية طلع عمل عشرة في المية وليه حاجة كويسة جدا جدا ايه اللي هيحصل احنا ما دلنا عايزين نشوف الوضع هنا عامل الجامل دلوقتي بالنيبه للشماعات الاسبوعية احنا شايفين ان السوق يعني ممكن يهبط بينا ممكن فعلا يهبط بينا فلو هبط بينا حيكون ممتاز ان احنا نرغع تاني منطقة ال 20 الف ده ما احنا صبنا الشمعة دي الشمعة دي كانت ممتازة جدا وقلت للناس كتير هتدخل من هادي المناطق وفعلا مصل لتصور الف ستمية وخمسين بس احنا كنا بصراحة كنا متكلمين في عشرين الف ومتين وخمسين هبط عنها مش كتير اوي لو انت بصيتك بشكل عام ولكن الرجع تاني يقفز بقوة الى منطقة ال 22 الف وحوالي متين فالوضع عامل ازاي احنا ما زلنا شايفين ان لو انت مضربات سريعة خذ حزرك السوق كويس خذ حزرك لان ممكن نحصل زب زبة ازاي ما احنا شايفين هنا رجع تاني لهذه المنطقة احنا مش هنرتاح لغاية لما يطلع من منطقة الخمسة عشرين الف مش هنرتاح لغاية لما مطقة الخمسة عشرين الف ويمطلق اكتر من كيلاتون ما احنا ما بين هذه المربعات للأسف الشديد او هذه الخطوط للأسف الشديد الوضع مش مستقر ممكن نهبط في اي وقت ممكن نطلع مرة تانية في اي وقت فانا شايف نستنى يوم كمان عشان خاطر نشوف وضع السوق حركته ايه ولكن السوق بشكل عام شكله مش بطل ولكن حاول لو انت بتعمل مدربات سريعة ان بتاعك او تحديل مخاطرة يكون قريب من المندة تلك الدخول ممكن مثلا يكون عندك خط الدعم بتاعك النهاردة يكون عشرين قلب ثمانمية وعشرين اسمعنا لكم بغيب حطفي السلام عليكم محمد وبركاته وحطة الوحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة